قرن وعام مضى على ثورة العشرين وما زالت تلهم العراقيين للثورة على المحتلين وتبعث في نفوسهم الاعتزاز بتاريخهم المجيد ولأجل هذه المناسبة عقد مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام ندوة تحت عنوان عام بعد المئة ثورة العشرين حقائق مغيبة لتسليط الضوء على ما خفي من تاريخ العراقي في زمن الثورة شكل الثورة العشرين ربما الحدث الابرز والاهم مثل ما تعرفون في تاريخ العراق الحديث فرغم ما يمرور اكثر من مئة عام على اندلاع هذه الثورة في الثلاثين من حزيران عام 1920 الا انها ما زالت تثير جدلا حقيقة في اوساط المؤرخين والكتاب واؤساط المثقفين والسياسين وعلماء الاجتماع حول طبيعة تلك الثورة واسبابها ونتائجها وتداعياتها وربما قبل ذلك كله تثير جدلا عن منهم ثوارها قادتها ومن الذين مهدوا لها وفجروها الباحث هو الكاتب السياسي الدكتور رافع الفلاحي اكد ان ثورة العشرين لا تزال هي الحدث الابرز في تاريخ العراق الحديث رغم مرور اكثر من مئة عام على اندلاعها وتحدث الدكتور الفلاحي عن محاولات تضيف الثورة ودور بعض المسيئين في تشويه وتزوير وقائعها والاهداف منها من الاسباب المهمة التي دعت الى الخوف في هذا الموضوع هو رؤية جماعات تحكم العراق اليوم للأسف الشديد تستخدم ذكرى ثورة العشرين لتأجيج الطائفية وتفريق العراقين وتسخير ذلك في ذلك واجهاتها واحزابها وقنواتها الاعلامية والفضائية لهذا الهدف ويتحرص في كل عام على تقديم من تدعي انهم مورخون ومثقفون وهم في الحقيقة اجراء يحاولون اثارة الاحقاد والتزوير التاريخ واستغلال عقول البسطاء من الناس وايهامهم بوجود اخطار تتهددهم بدوره تحدث مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري عن ارهاصات قيام الثورة ودورها في ارساء دعائم بناء الدولة العراقية لان ثورة العشرين ارسل دعائم مرحلة جديدة في العراق قد نختلف في تقييمها مرحلة الانتداب ولكنها احدثت تغييرا في الاستراتيجية البريطانية في ذلك الوقت واعقبت وطنيين عراقيين حقيقين ايضا نختلف في تقدير مستويات ولائهم ومدى قربهم وابعدهم عن البريطانيين ولكن اسهموا في بناء دولة اما الان من جاء مع الاحتلال يعمل للاحتلال بغداد هي التي خططت لثورة العشرين بالتشاور والتعاون مع القادة العراقيين في دمشق في ذلك الوقت الذين استغلوا اجواء حكومة فيصل المؤقتة واقاموا مؤتمرا كبيرا دعا للثورة في العراق وبدأ التواصل مع قادة الثورة في العراق فالعلماء والنخب المثقفة مهدوا للثورة واداروا الثورة وكان لهم مبعوث خاص ومحمد جعفر ابو التمن من المؤسسين لجمعية حراز الاستقلال وحراز الاستقلال هو كان حلقة الوصل مع عشائر الفرات الاوسط كما كان الشيخ محمد الصدر حلقة الوصل مع بعض عشائر ديالة ولا سيمة الخالص والشيخ محمد سعيد النقشبندي حلقة وصل مع عشائر ديالة كما عرج الدكتور الضاري على دور بغداد في ثورة العشرين وفي ختام الندوة اكد المشاركون فيها ضرورة البحث المعمق بشأن ثورة العشرين وتناولها من حيث شموليتها لانها مرجع رئيس يلهم الاحرار معاني الثورة ضد الظلم والاحتلال